بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أن نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة الثنوية قسم المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ إياكم في هذه الحكام التجويد تطبيقات التجويد نأخذ الماحة جديدة على أحكام المدود ونطبق تطبيقات عملية على أحكام المدود فنأخذ من أحكام المدود هنا معنى المد الطبيعي فنأخذ تعريف المد الطبيعي هنا ماذا يقول؟ هو الذي لا تقوم ذات حرف المد لا به المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولو سألناك ما ضابط هذا المد؟ كيف نعلم المد الطبيعي؟ فضابطه ألا يقى بعده همز ولا سكن نحو نأخذ مثال قالوا وعقبلوا قالوا وعقبلوا هنا قالوا ما الطبيعي؟ قالوا وعقبلوا تبد كم مقدار كما سيأتي مقدار حركتين وذلك في قوله مثال آخر مقدار الذي يوسوس الذي الياهونام الطبيعي الذي يوسوس وأيضا فهنا مقدار مده كم يمد؟ مقدار حركتين إجماعا يعني لا يمد أكثر من حركتين فإذا مد أكثر من حركتين خرج عن الطور الأول القراءة السليمة فنأخذ أنواع المد الطبيعي هناك مد الطبيعي له أنواع من أنواعه أو يتخلص فيما يأتي يجي المد الطبيعي على عدة أنواع وهي تتلخص فيما يأتي تتلخص فيما يأتي النوع الأول أن يكون حرف المد ثابتا ووصا ووقفا ويندرج في هذا النوع حرف الهجائية الواقعة في فواتح السور المكون من حرفين ثاني ثانيه ما حرف مد مثل ألف لام راء في نأتي المثال ألف لام راء فهنا خطأ أن يمد القارئ في راء أكثر من حركتين ألف لام راء لا يقول راء لا مقدار حركتين راء بس هذا يقصد نوع الأول نوع الثاني أن يكون حرف المد ماذا به ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدلة من التنوين المنصوب والمدود التي تحذف في حالة الوصل لوقوح ساكن بينهما هذا سيأتي أمثلة إن شاء الله في أمثلة يعني بعد قليل إن شاء الله النوع الثالث أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف أي مرة أخرى أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف هذه أنواع المد الطبيعي سيأتي إن شاء الله أمثلة على هذه الأنواع نأتي أمثلة على أنواع المد الطبيعي النوع الأول في قول الله عز وجل يوصيكم الله يوصيكم ألف لام مي 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 وكذلك في قول الله عز وجل الحكم في الأرض إنه هو إنه هو وإيضا ما لهم به من علم هذه أمثلة على المد الطبيعي نقرأ التوضيح حتى يتضح لنا ولكم أكثر وأكثر فنقرأ التوضيح يقول يتبين من خلال الأمثلة الآتية أن الأمثلة أن المد الطبيعي يأتي على ثلاثة أنواع الأول أن يكون حرف المد ثابتا ويثابت فيه قولي يوصيكم ثابت ثابتا وصلا ووقفا كما في كلمة يوصيكم كما تأمل معي يوصيكم وأيضا من هذا النوع أيضا الحرف الهجائية الواقعة في فواتح السور وجاءت على حرفين ثانيهما حرف مد كما في الحرف الثاني من را في ألف لا ميم را را يمد ما الطبيعي الثاني أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل وذلك في الألفات المبدأة من التنين المنصوب كما في كلمة حكمة فالقاري يقف عليه حكمة إذا قال حكمة أكثر من حركتين فخرجت عن القراءة السليمة وكذلك المدودة التي تحذف في حات الوصل لماذا ما هو السبب لوقوع الساكم بعدها كما في كلمة في عند الوقف عليها من قوله في الأرض في قصد يقول في يوقف عليها وأيضا الثالث أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف وعلامة المد في المصحف وصغيرة بعدها المظومة كما في إنه هو ويالن الصغيرة بعدها المكسورة كما في قوله ما لهم به قصد يعني في قوله إنه 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 ما الطبيعي نأتي بعد ذلك إلى المد المتصل نأخذ الماحة صغيرة الماحة قصيرة الماحة قصيرة على المد المتصل وقص سيأتي إن شاء الله بأمثلة على هذا المد المد المتصل هو حرف مد ماذا به؟ حرف مد أتى بعده همز متصل به في كلمة واحدة كما في قول السماء كما سيأتي إن شاء الله فسبب المد هو الهمز الآتي بعد حرف المد وليهذا سميه المد المتصل لماذا سميه المد المتصل؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة في قوله شاء السماء الملائكة وهكذا المد المتصل كما في الأمثلة هذه حكم هذا المد المتصل حكم الوجوب عند جميع القراء عند جميع القراء لا يقصره أحد من القراء ولهذا يعني هذا دليل يستدلون بحديث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قرأ عنده رجل فقال إنما الصدقات الفقراء والمساكن يعني أسرع فقال ليس هذه كما أقرأ نبي صلى الله أقرأنيها كما ثم قال إنما الصدقات الفقراء يعني يقول هذه من علامات وجوب الهم هذا المد المتصل ويقول له هذا سمي بالمد الواجب لو قل المد الواجب هنا يعني هو المد المتصل ومقدار مده التوسط أربع حركات أربع حركات إلا إذا كانت همزته متطرفة مثل جاء ففيه وجه آخر وهو الإشباع ست حركات لماذا؟ ما هو السبب؟ لأجل الوقف السماء جاء فهنا إذا وقفت عليه فتمده كم حركة؟ ست حركات ما هو السبب؟ لأجل الوقف أمثلة على هذا المد المتصل في قد يأتي في وسط الكلمة وقد يأتي في طرف الكلمة في قول في وسط الكلمة في قوله فإن فاءت هنا المد جاء في وسط الكلمة وأيضا المد المتصل في طرف الكلمة السماء حرف مد هنا الألف وكذلك السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء عن كذبوا السوء هذا من المتصل وكذلك قروق والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروق وإيضا في قوله هنيئا النسيء كل هذه اجتمع حرف المد حرف المد هنا الألف هنا في فاءت فاءت والسماء وكذلك حرف المد في الواو في قوله السوء وأيضا قروق الواو هنا واضحة حرف المد هنا هنا وأيضا الياه في قوله هنيئا النسيء نقرأ التوضيح فيقول توضيح هنا أن نجد في هذه الأمثلة أن الهمز أن الهمز الذي هو سبب المد جاء متصلا بحروف المد الثلاثة وهي الألف والواو واليا ولذا وجب مدها بمقدار كم حركة أربع حركات إذا كان الهمز في وسط الكلمة وإذا كان الهمز في طرفها فيمد وصلا أربع حركات ويمد وقفا أربع أو ست حركات إذا وقف يمد القارئ ست حركات لأجل وقف مثل السماء كما قرأناها لكم تعرف المد نأتي إلى مد آخر من المدود مد منفصل المد منفصل هو حرف مد أتى بعده همز منفصل عنه في كلمة أخرى لماذا سمي منفصلا لانفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد كما سيأتي أمثل إن شاء الله على هذا المد حكم هذا المد حكم المد منفصل جواز المد حيث لا يلزم مده بل يجوز قصر حركتين عند بعض القراء فلم يجمعوا على مده كالمتصل وحفص من الذين يمدونه أربع حركات من طريق الشاطبية ولهذا يسمى المد الجائز ويمد حفص كذلك من طريقة طيبة في مقدار حركتين في المد منفصل ويسمى المد الجائز ومقدار مده ومقدار المد منفصل كم حركة التوسط أربع حركات هو التوسط أربع حركات من طريق الشاطبية وأمثلة على هذا المد المفصل قد يأتي رسما وحكما قد يأتي عنه في هذا الضمير وفي قوله إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ هَا أُولَاءِ وَأَيْضًا وَلَهُ أَسْلَمْ وَأَيْضًا إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ يَا أَيُّهَا يُعَدِّهِ إِلَيْكِ قَالُوا أَمَنَّا هَا أَنْتُمْ نقرأ التوضيح هنا يتبين من خلال أمثلة هذا الجدول أن المد بفصل يأتي على ذات الصور الصور الأولى انفصال حرف المد عن الهمز رسما وحكما في قوله إن أعطيناك وأيضا فلذاك المد وصلا بمقدار حرف حركات أما في حالة الوقف على الكلمة الأولى فالمد يكون حينئذ طبيعيا لعدم ما هو السبب؟ لعدم وجوه سبب المد وهو الهمز الثانية اتصال حرف المد بالهمز رسما في قوله رسما لكنه يعد من فصلا حكما لأنه لا يمكن الفصل بينهما وقفا لأن الهمز ليس من أصل الكلمة فلذلك يمد مقدار أربع حركات الثالثة في قوله أن يكون حرف المد ثابتا في الوسط دون الوقف وعالمة المد في المصحف والصغيرة مثل قوله إنه يؤده إليك وله أسلم أو صغيرة يسمى صلة كبرى صلة كبرى يطلق عليه الصلة كبرى وهذه من النواع المد فصل وصغيرة بعد الهال المكسورة فلذلك فذلك يمد وصلا بمقدار أربع حركات أما في حالة الوقف على الكلمة الأولى فلا مد فيه أصلا لأن آخر حرف ساكن مثل قال يؤده هل تقول يؤده لا يؤده إذا وقفت عليها فهنا يقف عليها بالسكون أو بالإسكان يؤده ناتي إلى مد آخر من المدود هو المد العارض السكون المد العارض السكون تعريفه إطالة الصوت بحرف المد أو اللين إذا أتى بعده سكون عارض لأجل الوقف وسمي عارضا لعروض المد بعروض السكون مثال ذلك البيان علمه البيان هنا مدة إما أنتم مد حركتين أو أربع أو خمس في حالة الوصل فيما بعده فإنه يعد مدا طبيعيا أما لأن النون هنا واقع بعد حرف المد محركة بينما في حالة الوقف عليها تسكن النون فلذا عارض لها السكون هنا عارض السكون لها جائز زيادة المد لأن السكون أحد سببين المد هذا المد عارض السكون إما أن يمد حركتين أو أربع أو ستة حركات إذا وقفت عليه أما إذا وصلا فإنه يمد مدا طبيعيا مقدار مده أي دائما المد العارض السكون في ذات أوجه وقفا القصر ومقدار حركتين والتوسط ومقدار أربع حركات والإشباع ومقدار ستة حركات هذا المد العارض السكون حرف المد في قوله أو أمثل على المد العارض السكون في قوله الرحمن المفلحون أتنستعين واخذك خوف والبيت وحرف اللين وحرف الإلوا ولياء الساكنتان المفتوح ما قبلهم هذا تعرف المد اللين أو كيف نعرف المد اللين هنا توضيح يعني الرحمن المفلحون إذا وقفت عليها إما أنت حركة إما أن يكون حركتين أو أربع أو ست حركات إذا وقف وقفا طيب حرف اللين إذا وقع بين حرف اللين هما الوا ولياء الساكنتان الساكنتان المفتوح ما قبلهما لأجل وقف جازة في حرف اللين القصر والتوسط والإشباع أما في حالة الوصف فتنطق فتنطق الوا ولياء اللينتان فيما تقوم به ذاتهما ويقدر ويقدر بحركة واحدة وهو لا يضبط إلا بالمشافة لا يضبط إلا بالمشافة وامثل عليه مثل خوف بيت شيء مدري مهموز وهكذا نأتي إلى المد اللازم هو آخر مد معنا في هذا الدرس المد اللازم ويطار الصوت بحرف مد أتى بعد سكون أصلي وسمي لازما لزوم سببه والسكون الثابت وصل وقفا ويعدل الحرف المشدد بعد حرف المد من قبل الساكن سكون اللازم أيضا وذلك أن التشديد نجم عن إدغام ساكن فيما بعده فشدده مثلا تقول دابة دابة وكذلك هنا مقدار مده هنا ست حركات المد اللازم قد يأكثي مثلا في قول عز وجل الحاقة دابة يعني سببه السكون ليس فيه همز ليس فيه همز هذا آخر مد معنا في هذا الدرس وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرسا آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته